السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب عاملين ايه اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحة ماتشستر ونايتد و تشيلسي بيخرجوا حبايب من مباراة بصراحة كانت طبق دسم جدا تكتيكين من الاتنين مدربين واشوف كل مدرب كان بيعمله وازاي بيقلب المباراة لصالحه المباراة اللي كانت تتقلب بخطأ لاعب واحد وانا هتحامل عليه وحتكلم عنه وهو سبب اللي احنا وصلنا له في النهاية وهو سكوت مكتومني لان اللي عمله بصراحة ما يتسكتش عليه ان انت تضيع مجهود فريق بالكامل كان هو الافضل في المباراة وكان هو الاقرب للتسجيل في المباراة ده شيء ما يتسكتش عليه فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن مباراة تشيلسي واليونايتد خلينا نبتدي من نهاية المباراة او من دقايق الاخرانية في المباراة المفترض ان الاخ سكوت مكتومني بيلعب كمدافع مع منتخب اسكوتلندا ايه يعني بتلعب مع مدافع في منتخب اسكوتلندا يعني انت متعود على المكان ده متعود على الرقابة ومتعود ازاي تبقى شايف المهاجم وازاي بترقبه وازاي بتتحرك معاه متعود على الاشياء دي لكن طبعا سكوت مكتومني ورأي فيه من بدري ان هو الراجل ده بيلعب بدنيا ده بيلعب بمسارعة وهو ما ينفعش يلعب كرة يده اصلا انا ريقي نشف بسبب اسكوت مكتومني مش ريقي نشف خوفا لا ريقي نشف من حاجات تانية كل ما تيجي عليه الصورة لو تيجي تراجع الركنية هتلاقي ان هو مش شايف برخة اصلا هو واقف مع برخة بس ايه واقف اللي هو هم انطلبوا مني حاجات اجيبها من لندن هم انقالولي ايه اللي حاجبه من لندن معايا قالولي لندن فيها حاجات معينة بتتبعها هناك ما بتتبعش في منشستر هتهلنا معاك وانت راجع عارف اللي هو لما تاخد لستة من البيت بطلبات انا ناسي حاجة في حاجة نسيها تقعد متنح كده مع نفسك مفهام اللي يبص عليك مفهامش انت موجود هنا اصلا ولا في عالم وملكوت تاني في حاجة نسيها واول ما ترجع البيت ويقول لك اه والله ده انا كنت بفكر واقول في حاجة نسيها ده كان موقف سكوت مكتومني سكوت مكتومني هو كان ناسي انه هو واقف مع برخة اصلا بص المنظر بعد ما برخة تحرك بخطوتين لو لما ابتدى يتحرك فطبيعي ان انت ردد فعلك متأخرة ايه اللي هتعمله امسك ومش امسك بايد واحدة لا بسم الله ما شاء الله احضن هو افتكر ان اللي طالبة منه الطلبات هو برخة اللي قالت له عالطلبات اللي الجبنة من انجلترا هو برخة فقال لك احضن يا معلم جبنة الطلبات ضربة جزاء صحيحة وانا لو ما كان الحكم ادي له طرد عشان جماهير منشستر ترتاح منه على الاقل لتلت مرشات ده ما ينفعش يلعب كورت يد مستوى فريق كامل كان هيضيعه هو في لقفك طب ايه ان انت بعد الهدف ده على طول اللي هو يلا بينا نهجم اي او كله اطلع لقدام يا جماعة ما فيش لا حاجة ما هدفع على هجوم كله اطلع لقدام لان انت حاس ان المطش بتسرق منك المطش فعليا تسرق منك عشان يستطيع كازيميرو ان هو في النهاية يجبلك هدف التعادل وبص ان هو بيحضن كازيميرو ازاي عم كفاية يا حبيبي انت ايه عندك نقص حنان ونقص احضان وتخرج المباراة بالنتيجة دي المباراة اللي لو جينا نرجحها بقى سيبنا من النقطة السلبية دي وخلاص نقفلها على كده وتعالوا نتكلم في المباراة نفسها اتكلم في جمالية المباراة مدرب داخل دارس المدرب اللي قدامه بيعمل ايه؟ تنهج داخل دارس ومذاكر جراهام بوتر كويس جدا انت بتلعب بتلاتة اربعة تلاتة وبالشكل معين فبص لأسلوب الضغط أسلوب الضغط بتاع اليونيتد لحد لما نزل كوفازيتش كان كالتالي انت بتضغط بخمس لعيبة بتضغط بخمس لعيبة بتسيب لاعب واحد بس بالنسبة لتشيلسي ان هو يطلع عليه اللاعب ده كان اس بليكويتا ليه؟ لان اس بليكويتا هو أصلا بطيق وعامل السن فبالتالي عادي أسيبها لو كان ريك جيمس هنا وكان عملها ايركتنهاد سيحصل فينا حاجات ما اقولكش عليها لان كان سيبقى فيه زيادة عددية على لوكشو لوكشو اللي دايما كان بيتقدم اه بس بيبقى مع اللاعب اللي وراه اذا كان مونت اللي متواجد وراه فهو بيبقى مداري عليه او قافل عليه او لو نزل مونت وصعد اس بليكويتا يبقى هو قافل عليه وما يرضاش يتقدم على اس بليكويتا ويقابل لان فيه ايركسن بيرجع وبيقابل فيه سانشو بيرجع وبيقابل فانت كنت بتضغط على سلاسة الدفاع كنت بتضغط على خط النص بتاع تشيلسي على جورجينيو وبتضغط الناحية التانية على تشيلول عشان ما يبقاش فيه حد فيهم سريع او يقدر يطلع لك بالكورة فبالتالي ما كانش فيه اي هجمات بتتبني من تحت ده غير ان انت عندك زيادة عددية على خط النص خط نص فريق تشيلسي كان مكون من جورجينيو ومعه لوفتستشيك انت عندك كازيميرو ويريكسن وبيروح نزل لهم بورونو او تلاقي في حالة صعودك هجوميا في حد من الاتنين اظهرة بيجي يزق هنا زي دلو مثلا يخش فبيبقى ثالث فبيبقى فيه عندك مساحة وزيادة عددية فبالتالي انت قادر ان انت تتحجم فريق تشيلسي اللي كان بيلجأ للقرات الطويلة واللي حد اول مص ساعة انت كنت شايف ان اللي مدخل تشيلسي المباراة هي التمريرات الخاطئة بالنسبة لمنشستر النيتد اللي بيستفيد منها تشيلسي ويعمل منها التحولات بتاعته لكن غير كده مفيش هجمة مبنية او جاية صح من فريق تشيلسي بل انت اللي ليك الهجمات وانت اللي كان ليك الفرص فبالتالي انت اللي كنت اقرب ان انت تسجل على مرمى فريق تشيلسي ولكن ده راجع لمشكلة ايضا عندك وقلت لك هتاخد وقت معانا عالم التحل وهي ترجمة الفرص الى اهداف او اللعيبة اللي عندنا في هجوميا او اللي موجودين في التلت الهجومي ان هم يخلصوا الفرص اللي بتجيلهم لان المباريات اللي زي اصاد تشيلسي والفرق اللي من نفس النوعية دي مش حجيلك فيها فرص كتير فبالتالي تحاول ان انت تخلصها بسرعة جراهام بوتر على طول شاف الزيادة العددية اللي موجودة على فريقه في خط النص وان الفريق بتاعه مفهوش طبعا لاستيرلينج بيرجع يدافع ولا مو انت بيرجع يدافع ولا لسانة خط النص ولا عندك اوبام ينجا ايضا بيرجع يدافع فبالتالي في زيادة عددية فانت قادر تطلع بالكورة كويس حتى مع الضغط اللي بيعمله عليك انت قادر تطلع بالكورة لقدامه وتبني الهجمة كويس جدا وقدر تخنق فريق فكان لازمتها اي يا معلم لازمتها ان انت تزود حد في خط النص عشان يبقى خط النص ده قد خط النص ده ونقدر نحاول ساعتها نطلع بالكورة فمين اقرب لعب ان انت تشده هو كوكورية هو الحل الامثل ان انت تشده هو كوكورية شد كوكورية نزل كوفازيتش ايه اللي حصل بقى لما حبيت تلعب نفس الاسلوب في اخر عشر دقايق ان انت نفس الضغط فانا بضغط على رباعي الدفاع وان اختلف شكل اللعيبة وتوزيحها في الضغط بقى عندك فيه مشكلة ان فيه كوفازيتش أسف كوفازيتش بيضغط او بينزل لتحت وجورجينيو بينزل فانت حتى لو قفلت عليهم زاوية التمرير ببرونو فرناندز بتلاقي ان فيه واحد منهم ممكن تتلعب له الكورة عالية زي ما كان بتتلعب لأس بليكويتا فبالتالي فيه كازيميرو اه حيضغط بس انا كده هبقى شلحت نفسي مفيش خط نفس بالنسبالي فبالتالي الراجل ده اللي عنده قيمة ان هو يتحرك بالكورة بسرعة ان ينقل الهجمة وهو كوفا حيقدر ان يخلق المشكلة بالنسبال لان حيديها اللعب تاني ويبتدي يزيد ويبقى انا بجري وراهم فبالتالي هم بقيوا في زيادة على دفاعي فبالتالي هم بقيوا في شكل اخطر فبقى فيه تكافؤ لما تيجي تحسب خط النص ده وخط النص ده برونو فرناندز مش احسن واحد يرجع يدافع وده مش دوره دوره هجوميا اريكسن ما هواش ارتكاز اللي هو بوكس تو بوكس عشان تقدر تقول ان هو يقدر يوازي الكفة معاك لكن الرجل بيقدي الادوار اللي عليه وبينقل لك الهجمة وبيقدر ان هو يلعب لك كورة لقدام كازيميرو الوحيد اللي هو عنده القوة الدفاعية اعلى من قوته الهجومية وان كان في النهاية هو اللي جاب لك هدف التعادل لكن هو ده الوحيد قصاد خط نص مكون من جورجينيو كوفا ومعهم لوفتس تشيك التلاتة بيدوا هجوميا وبيدوا دفاعيا يقدروا يدوا هنا ويقدروا يدوا هنا وخصوصا كوفا انت بقي فيه واحد تاني في قفض النص قادر ينقل الهجمة بالنسبة لفريق مش بندور على جورجينيو خلاص فبيقى عندنا اتنين بقي عندنا واحد يقدر يزيد هجوميا ويقدر يؤدي الادوار الدفاعية فبالتأكيد السلاسي بتاع فريق تشيلسي اصبح اعلى من السلاسي اللي عندك في قدرته الدفاعية فبالتالي انا قادر استخلص منك الكورة وقادر في نفس الوقت اني اطلع بالكورة تحت الضغط اللي انت بتعمله علي فبالتالي بقي تفوق بالنسبة لي قال لك ايه عمك تنهاج هكمل الشوط وابتدي الشوط التاني اشوف بقى لو الدنيا نفسها هي نهاية الشوط الاول لا استخدم تغيراتك كمين اقرب واحد انه يتغير سانشو سانشو اللي بصراحة في المباراة دي والمباراة اللي فاتت مع جابنيش سانشو اللي بتلاقي فيه عنده بطريقة يعني كتير وحشة سانشو اللي المفترض في واحد على واحد يكون عنده المهارة ان هو يقدر يعدي لكن بتلاقي ان سانشو بيتبطأ بالكورة او بتلاقي ان الحلول بتقل لما بتوصل للكورة عند سانشو فتلاقي الكورة بتقعد في المكان ده كتير فبالتالي كان اقرب واحد يتشد بالنسبة لي وينزل مكان وفريد هو سانشو وراح مرحل عمك تنهاج وراح مرحل برونو على الناحية الشمال عشان يقدر يرجع دفاعيا هو بيرجع دفاعيا نوع ما لو اتحط راشفورد هنا وازب لكويتا زاد مع الجناح المتواجد في الناحية دي هتصبح مشكلة بالنسبة لك لان راشفورد مش احسن واحد بيرجع دفاعيا فعشان كده راح هو مثبت لك مين راشفورد في الهجوم برونو ينزل الناحية دي بقى انا عندي اتنين بيقدروا يقدروا الادوار الدفاعية والادوار الهجومية مع تالت هو اه مش احسن حاجة زي اريكسن في تقديد الادوار الدفاعية لكنه تعود من كتر ملائب في المركز ده ان هو يقدر ادوار دفاعية ويقدر ادوار هجومية فتعدلت المسألة بقيت الكفة متوازنة من هنا ومن هنا اه بنشوف ادن تشيلسي في هجمة بنشوف يونيتد في هجمة ومشي الدنيا وتمام والفريقين بيلعبوا تكتيكيا كويس جدا كل واحد مع واحد انا مستيبلك مساحة انت مش قادر توصل لمرماية في الشوط التاني وانت مش قادر توصل لمرماية في الشوط التاني في الفترة اللي تفوق فيها تشيلسي في اول ربع ساعة في الشوط التاني قدر ان هو يوصل لمرماية ويهددك عشان كده شفنا التبديل ده اللي حصل بتاع فريد النظرة التانية بقى من تنهاج والتفوق هنا على براهم بوتا واللي قلبت المباراة لصالح اليونيتد في اخر وقت حسيت ان انت اليونيتد اقرب هي تغيير راشفورد مكان برونو راشفورد راح على الشمال وبرونو راح مهاجم وهمي طيب ليه كده لان هو اللي شاف تنهاج ان تشيلول للنحية التانية بيزيد لكن قسم الكويتا ما بيزيدش معاه فبالتالي هو قاعد ورا عشان يبقوا هما هما السلاسي متواجد في حالة زيادة تشيلول يبقى مفيش خطر من نحيا ان يبقى اثنين على واحد على لوك شو انما هي واحد على واحد وكمان فريد حيسند معاه لو في اي حد جي مع الجناح ده يبقى خلاص انا زود خط النص بتاعي وحط واحد سريع النحية يتعب قسم لكويت شوية فبالتالي لما صبح عندك كازيميرو برونو فريد اريكسن برونو بيلعب كمهاجم وهمي بس بينزل معاك فبالتالي صبح فيه زيادة عددية فبالتالي بقي فيه متنفس لك ان انت تنقل الكورة لقدام وتبني الهجم عادي بقي عندي اثنين يقدروا يبنوا الهجمة ويباصوا للاتنين مع تحركاتهم والزيادة العددية فبالتالي اصبح اليونايتد افضل فبالتالي اصبح اليونايتد مستعيد للخطورة وشفت ان هو اقرب للتهديف من تشيلسي ورجع مشوار الشوت الاول تاني ان انت قادر تحجم تشيلسي نوعا ما في نص ملعبه فبالتالي الفريق مش قادر ان هو يبني هجمات خطرة عليك او تحولات خطرة عليك وانت الاقرب وماسك كورة عليه في كل رضاهات الملعب وكل رضاهات المباراة اغلبها كان اليونايتد هو الاخطر لما ابتدى جراهام بوتر يدي اسبليكويتا ادوار هجومية شوية زيد لقدام يا معلم حاول تضغط لقدام لان راشفورد مش هيرجع معاك مش هيغطي عليك في كل مرة عشان الراجل عايز يفتح اسبرينت وياخد الكورة في المساح فعلى طول تفطل لده ورح منزلك إيلانجا تنهاج لماذا الراجل بيرجع دفاعيا بيقدر يرجع دفاعيا ما هو بنفس قدرة راشفورد بس خلاص راشفورد تقبل استهلكته في مركزين فالعب بإيلانجا هيقدر يقدر يقدي اللعيبة اللي رماها في النحية دي جراها من بوتر عشان يبقى فيه سلاسي في المنطقة دي فانت كان لازم عندك يبقى جناح بيقدر يرجع ويغطي مع الظهير بتاعك وقد كان وقدرت ان انت توصل بالمباراة برضو هي تستمر على نفس الوتيرة كان عيبك الوحيد ان انت تسجل اهداف ان انت تقلص الفرص اللي بتجيلك حتى وان كان التزديدات من خارج منطقة الجزاء ان انت تخلصها ما ده نوع من الفرص برضو ده نوع من تخليص المباريات خصوصا المباريات المعقربة اللي زي كده ولكن فجأة خطف منك هذا الموضوع بسبب غلطة لاعب اهوج وفي النهاية استطعت ان انت تعود وتتعادل في هذه المباراة مباراة في نظري انا تعادل بطعم الخسارة لان احنا كنا الافضل وكنت شايف ان احنا في اخر ربع ساعة لو استمرنا على الوتيرة حتى مع نزول المكتوميني اللي قلت ينزل مكان ايريكسن ليه لان ايريكسن كان خلاص تعب فانت عايز واحد يقطع كرات مين يقطع كرات مكتوميني وانت ما عندكش حد يعني بره بردو ما انت لو عندك حد افضل ان هو هجوميا افضل في خط النص كنت هتنزله بدال مكتوميني بس مكتوميني هينفع في حتة الضغط ان هو يقطع كورة وفعليا قطع حوالي كرتين على حدود منطية الجزاء ولكن ما اصرف نش فيهم كويس جدا والراجل ده اصلا كان مركز عشرة قبل ما يرجع الورق يعني هو في الشباب على فكرة مكتوميني كان مركز عشرة بعد كده تم ترجيع الورق مركز ستة ومركز تمانية والكلام ده مكنت شايف ان احنا قريبين المبارة بتاعتنا فجأة خطفها مكتوميني كده وقال لك المبارة مش بتاعتك المبارة بتاعت فريق تادي فعشان كده انت في الاخر هتحمد ربنا عالتعادل لان انت مكنتش هتطلع بأي نقطة بس زي ما قلت هو تعادل بطعم الهزيمة بالنسباني لان احنا كنا المتفوقين في المبارة والجيد في المبارة ان انا شايف ايريك تنهاج قادر يتعامل مع فرق كبيرة قادر يتعامل مع مدارس اخرى ومع مدربين متميزين زي كونتي وزي جراهم بوتر وحتى اديهاو في التلات مبارات اطلعنا بأقل حصيلة ممكن تتمنها خمس نقاط ولكن اعتقد ان احنا كنا قريبين ان احنا ناخد تسعة نقاط كاملة في التلات مبارات في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مبارات مبارات مباراة وشيلسي مباراة وكبة ده سما تكتي كيا ما بين الفرقتين الفرقتين ادوا اداءات قوية جدا في هذه المباراة ولكن في النهاية خرجنا حبايب عشان محدش يزعل مننا ولا منهم حتى وان كان تحرق دمنا في وقت من الاوقات المباراة اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته